بعد أن استأنف البرلمان جلساته تبرز على الواجهة من جديد حرب الاستجوابات وفي أبرز تطورات هذا الملف قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي معلنة استثناء أعضاء اللجنة من حضور جلسات البرلمان وتفرغهم لاستضافة القيادات الأمنية والاستخبارية في بغداد خلال الأسبوع الحالي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله قال إن لجنته بصدد استضافة كل القيادات الأمنية والاستخبارية في العاصمة بغداد وكذلك رئيس الوزراء حول تكرار الخروقات الأمنية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة رئاسة البرلمان على استضافة القيادات الأمنية والاستخبارية في بغداد تباعا بشكل عاجل